بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ربنا سبحانه وتعالى بسورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق منهم الله رزقا حسن وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم هذه الآيتان كلمتان تقطع سبيل عن كل حلم غير شرعي وعن كل سلوك بغيط أغلب الناس عندهم فكر مقلوب رأس العقل عندهم الدنيا هي مبلغ علمهم وهي جنتهم وما بعدها فهو مناء أوهام وغير واقع يعني عندهم هما الدنيا هي المعاش هي الحياة وما بعدها هو اللاشيء لأنهم ممرضين مع الله يعلمون ذلك فقارات الفوتين لكن يعمون عن الحقيقة بداخلهم تناديهم إلى سبل رشاد ولهذا الحقيقة اللي هما نكرنا في بالهم يمعوا من عواقب وخيمة اللي يسمنا حقا هو الذي ذكر رب الله هنا والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا قتلوا وماتوا في معركة عسكرية مدنية من تقفية الجمعات سواء كان في ما هو عسكري أو ما هو في تصادم حضارات حضارة ربانية وحضارة شيطانية والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أما قرأتهم يعني قلنا ميداني ولا قرأتهم كيف تقولون أنهم لا نسعوش في مواجهتهم للباقي من لم يهتدوا إلى سبل القوة وسبل النصر ولم نهاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم والمرضق الحسن يعني ولو في الحالتين هراءوا الرزق اللي جاءوا من الله شيء كبير لأن الناس تحسبهم أموات بل هما حياء عند الله يرزق ويستبشرهم بالذين لم يلحقوا بهم وحاله مع الله لا أحسن ما يجرب الإنسان أو الجن والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم والمرضق الحسن وأن الله له خير الرزقين فعلا ترى أنواع منها الرزقين في الضار ولكن الرزق الحقيقي والأوحد هو الله سبحانه وتعالى وهو خيرهم لا يدخننهم وهذا التوكيد من الله سبحانه وتعالى الذي قوله لا يرد والذي لا يخرف المعاد وكلمة دائما هي العليا ليتخذنهم مدخلا يرضونه وإن الله العلم الحليم أم يرضونه بما بإذا الله ينقر بمنه ورؤيته واستماع إلى كراءته لكلامه العزيز والمجر والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته من ورده اشتركوا في القناة